يعني الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضراتكم إيه النهاردة أقول جمهور الأهلي إيه أحلى حاجة في الدنيا أن تكون متواجد وسط هذا الجمهور أحلى حاجة في الدنيا بعيدا عن المكسب وبعيدا عن أي شيء أن أنت يكون عندك جمهور زي جمهور النادي الأهلي الحقيقة إحنا دايما ما بنعرفش نقارن نفسنا بحد الأهلي لا يقارن الأهلي لا يقارن إلا بالأهلي بالمناسبة لما بيكون الأهلي في نص مستوى ما حدش يقدر عليه وخدوا بالحضراتكم ودي حاجة بالنسبة لي حاجة مهمة جدا 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 وقت الجد الأهلي موجود وقت الجد جمهوره بيدعمه وبيسنده وبيرفض النقد الهدام دايما جمهوره بيكون واثق في فريقه ده وقت الجد خدوا بالحضراتكم وقت الجد الأهلي بيلعب على أي حد واللي جاي إن شاء الله دايما جد في جد وروح الفانيلا الحمرة دايما تكسب وتكسب أي حد مبروك لينا والجمهور النادي الأهلي ولكن أنا كالعادة دايما لما باجي أبدأ بقول لحضراتكم إن أنا كالعادة والله بجد كل يوم أنا علينا بنبقى وقفين قاعدين بنتفرج على مباريات الأهلي أو قاعدين بنتفرج على مباريات الأهلي وبننتظر ماذا سيفعل جمهور النادي الأهلي علشان يحمس لعبته ويحمس فريقه لأنه ده المتوقع دائما فأنا مش عارف أقول لحضراتكم إيه دايما دايما لما بنراهن على جمهور النادي الأهلي إحنا بس اللي بنكسب جمهور الأهلي بيكسب وجمهور الأهلي بيكسب من غير أي حاجة جمهور النادي الأهلي بيكسب من غير أي حاجة ما بيفكرش ما بيفكرش مين عمله إيه ومين أجر له إيه ومين عندناش الكلام ما بنحبش نفكر في هذه الأمور خدوا بالحضراتكم سياسة النادي الأهلي هي سياسة سابتة وده الأهم البطل بيكون سياسته سبتة يعني إيه؟ يعني حتى في ظل الأزمات اللي بيعدي بيها عنده استقرار إداري واستقرار فني واستقرار جماهيري والحمد لله والشكر لله دايما في ندل آله بنشوف هذا الأمر أنا مش بقول كده عشان كسبت بيرامدز النهاردة لأنه من الطبيعي أن أنا أكسب بيرامدز مباراة صعبة وقوية وكل حاجة ولكن التاريخ مختلف والطموح مختلف بالمناسبة هنا طموحنا بطولات هناك ممكن يكون طموح آخر لكن إحنا طموحنا بطولات فقط عايزين ناخد فلوس طبعا وكل حاجة اللي عيبة نقصد ولكن إحنا طموحنا الأول نجيب البطولة وبعد كده نشوف الفلوس حتيجي ده طموحنا طموحنا داخل النادي الأهلي معرفش النحية الثانية قد يكون الطموح مختلف طموح اللعيبة اللي موجودة دي بالمناسبة مش إنها طبعا إنها تكسب وتاخد بطولات بس ليه؟ علشان تفرح جمهورها علشان تفرح جمهورها مش إن انت تبقى موجود في مكان لمجرد إن انت يعني تاخد كم مليون زيادة هذا هو الفرق ما بين النادي الأهلي والله أنا هنا لا أقصد أحد ولكن أنا بتكلم بشكل عام والنادي الأهلي الحمد لله بيكفي لعبته كواس جدا الحمد لله والشكر لله عندنا إدارة مستقرة عندنا لعيبة مستقرة عندنا جهاز فني مستقر مستقر بطريقة لعب معينة وبشكل معين وبأسلوب معين وكل حاجة ففي وسط الأزمات لما تلاقي الفرقة ماشية أنا عارف إن الإسبوعين اللي فاتوا كان هناك بعض النقد وممكن يحصل تاني خلال الفترة اللي جاية ده بالمناسبة الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نتكلم فيها هي حق جمهور النادي الأهلي لأن حق جمهور النادي الأهلي كبير قوي 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 عنده كل لعيب وكل واحد جمهور النادي الأهلي بينده باسمه فجمهور النادي الأهلي يعمل اللي هو عايزه أيوة الجمهور يعمل اللي هو عايزه ينتقد كيف ما شاء ينتقد كيف ما شاء ويعمل اللي هو عايزه ليه؟ لأن الجمهور ده هو اللي بيحطك في سبع سمة وعمرك ما هتخسر رهانك على الجمهور وده دايماً اللي كنت بقوله للعيبة خلال الفترة اللي فاتت حط رهانك على الجمهور هتكسر الحمد لله الجمهور ده عارف كويس جداً 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 امتى نبقى ايد واحدة وامتى نتحد بغض النظر عن اللي بيحصل الناحية التانية ماليش اي علاقة عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً النهاردة كسبنا مباراة حنحتفل النهاردة أو حنتبسط مش حنحتفل حنتبسط النهاردة لكن بكرة حنركز في مباراة أمبي القادمة حنتبسط وحنفرح شوية وخلاص الموضوع انتهى تلات نقاط الحمد لله والشكر اللي قدرت تكسب فريق جيد فريق عنده تموح معين حاول ان هو يكبره خلال الفترة اللي فاتت وابدا اندهاشه من خلال بيان نزلوه على على صفحتهم او على صفحتهم الرسمية ابدوا اندهاشهم ان النادي الاهلي راح يلعب في استاذ القاهرة وبالتالي النادي الاهلي او مش النادي الاهلي اللي رد الحقيقة ولكن اتحاد كرة القدم رد اهل ان النادي الاهلي يا جماعة حدد رقم واحد ملعب الاهلي والسلام ملعب رقم اتنين ملعب استاذ القاهرة وبالتالي احق له النقل مباراته في أي وقت فكل واحد حر ولكن في النهاية أنا كل اللي همني إن أنا كسبت ثلاث نقط حطوني على قمة الدوري مرة أخرى في ظل الظروف كانت صعبة جدا وفي ظل عدد كبير من الإصابات زي ما حضراتكم شايفين فأنا سعيد جدا 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 النهاردة ممكن نكون عندنا كلام على الأداء ممكن بس مش فارق معايا ليه؟ لأنه روح الفانيلا الحمرة اللي كنا بنتكلم عليها طول الأهل موجودة قدام حضراتكم دلوقتي في الصرخة اللي بتشوفوها من أليو ديانج أليو ديانج ده اللي بقاله سنتين بس بيلعب في النادي الأهلي هو بس مجرد أنه هو لبس تشيرت زي ما حضراتكم شايفين كده روح الفانيلا الحمرة طلعت عليه بهتت عليه هو ده الرهان اللي أنا دايما مش اللي أنا اللي جو مهوري النادي الأهلي دايما بيراهن عليه اتكلم في الأداء وقول أصله مش عارف مين رفع عبر ومين عمل ومين جاب جون حلو لكن هذه هي الروح اللي احنا عايزينها هي دي الروح اللي أنا دايما بنتظرها من جمهوري الأهلي أو اللي أنا قاسر مش بنتظرها اللي أنا تعلمتها من جمهوري النادي الأهلي واللي عايزها موجودة في كل المباراة القادمة وفي كل اللاعبين أليو ديانج ده شمعنا سورة أليو ديانج ما كل لعيبة النادي الأهلي عملوا كده النهار ده ولكن أليو ديانج ده أولا واحد من برا مصر محترف وبيتكلم لغة غير اللغة وسانيا ما بقلوش سنتين ثلاثة موجود في النادي الأهلي وشوف روح الفنلة الحمرة بينا عليه إزاي إيه السبب في ده؟ حضراتكم جمهور النادي الأهلي مش حد تاني جمهور النادي الأهلي فقط هو السبب في كل ده لأنه النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بيتعرض لأمور كثيرة جدا حضراتكم بتشوفوها بعينيكم وتحركات مجلس الإدارة الحمد لله والشكر الله أنا بشكر طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته كاملا كاملا لأنه ما فيش حد بيتحرك لوحده ما حدش بيتحرك لوحده أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على كل الخطوات التي اتخذت خلال الإسبوعين ثلاثة اللي فاتوا اللي أنا فيه حاجات كتيرة جدا وأسرار كتيرة جدا أعرفها بس مش حقدر أحكيها دلوقتي كله في وقته بشكرهم على أن كل الجماهير كانت موجودة بكل أدوات التشجيع اللي هم كانوا عايزينها وبتشجيع مستمر وهتفات مستمرة لأن على الجانب الآخر أنا بشكر جمهوري بس أنا يعني أنا خاف الناس تقولك أنت عمل تشكر في الجمهور تشكر في الجمهور والله بجد هذه هي الحقيقة الجمهور هو اللي عامل فينا كده هو اللي مخلينا أحسن حاجة في الدنيا هو اللي عمل الروح اللي حضراتكم شايفينها دي انتقت شوية ولكن وقت الجد كل جمهور النادي الأهلي مع إعلاميين النادي الأهلي الحقيقيين اللي موجودين هنا من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي وقفنا كلنا مع بعض وقدرنا نوصل اللي احنا شايفينه لهذه المرحلة قبلنا طبعا احنا آخر حاجة في المنظومة قبلنا في الجمهور أول حاجة وإحنا أو إعلاميين النادي الأهلي هم آخر حاجة لكن عندنا جمهور عندنا مجلس إدارة ما بيتهزش مجلس إدارة عارف هو عامل إيه عندنا قدرة كرة قدم ما تتهزش عندنا مجلس إيه